راح ننتقلو لدورة رقم اربعة نطلعو بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاثة في اول عامود راح نديرو تزايد لازم نتحصلو لثلاثة عامود بلفة هذا اللي درناه واحد زوج ثلاثة هكدا درنا تزايد في اول فوق اول عامود هكدا في الثاني عامود راح نديرو عامود بلفة واحد وفي العامود الثالث راح نزيدو نديرو تزايد ثلاثة عامود بلفة واحد زوج ثلاثة هكدا في اول عامود درنا تزايد ثلاثة عامود بلفة في ثاني عامود عامود واحد وفي الاخير درنا ثلاثة عامود بلفة في المجموعة كامل تحصلنا على سبعة عامود بلفة راح نزيدو نتلعو بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاثة ونرح نروحو اهنايا في هادي الفارغ راح نديرو ثلاث سلاسل ثلاثة ورح نزيدو غرزة وغرزة الفشارة الثانية في نفس الفارغ ثلاثة ثلاثة أربعة هكدا ندخلو الكروشي نجبدو الخيط ونتحصلو على غرزة الفشارة راح نزيدو نتلعو بثلاث سلاسل ونعودو نولو للعواميد راح نزيدو نديرو نفس الطريقة كما عملنا هنا في الأول نديرو تزايد في أول عامود واحد زوج ثلاثة درنا تزايد في أول عامود العامود الثاني راح نديرو عامود واحد وفي العامود الثالث راح نزيد تزايد ثلاثة عامود بلفة في المجموع قلنا نتحصلو على سبعة عامود بلفة هكدا سبعة عامود بلفة راح نطلع بثلاث سلاسل ورح نكمل ندير هنا يا زوج غرزة في شارة في نفس الفارغ ونكمل بنفس الطريقة حتى نوصل للنقطة اللي بدينا بها أنا هكدا كملت كامل الدورة الربعة ورح ننتقل للدورة الخامسة ويش راح ندير في الدورة الخامسة نفس العامل اللي عملنا في الدورة الرابعة راح نديرو تزايد فوق أول عامود وتزايد فوق آخر عامود شوفوا معايا أول عامود راح نطلع بتلاث سلاسل نتبروهم العامود الأول نزيدو العامود الثاني والعامود الثالث هاكدا قلنا ثلاثة عامود بلفة فوق اول عامود هاكدا من بعد رح نديرو عامود فوق كل عامود اللي بعدو هنديرو واحد عامود ثاني ثلاثة اربعة خمسة قدرنا خمسة عوامل فوق كل عامود وصلنا لعامود الاخير هادا رح نديرو فيه تزايد ثلاثة عامود بلفة واحد زوج ثلاثة هاكدا هنا بدي بان الشكل بده تتوسع درنا قلنا ثلاثة في اول ثلاثة عامود فوق اول عامود وثلاثة في اخر عامود وفي الواسط درنا عامود بلفة فوق كل عامود في المجموعة العواميد هنا يا رح نصيبهم 11 عامود بلفة 11 عامود بلفة واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش هنا مهم جدا نحسبو العدد العواميد ديالنا باش الدورة الجاية ما حش نصيبو مشكل فيها هاكدا انا رح نكمل بنفس الطريقة هنا رح نولفتوا الطريقة رح نكمل بنفس الطريقة رح ندير ثلاثة سلاسل ندير زوج غرس في شارع في نفس المكان نفصل بيناتهم بثلاثة سلاسل من بعد رح نزيد ننتقل للعاميدة وندير تزايد في كل في الاول عامود وتزايد في اخر عامود ونكمل الدورة كامل ورح نرجع لكم انا هاكدا كملت الدورة رقم خمسة ورح ننتقل للدورة رقم ستة قلنا دايمل بنفس الطريقة راح نديرو تزايد فوق اول عمود وتزايد فوق اخر عمود نطلعو ثلاث سلاسل نديرو ثلاثة عمود بلفة في نفس الغرزة هاكده العمود اللي بعدو راح نزيد ندير فيه عمود بلفة عفوا ونزيد عمود فوق كل عمود حتى نوصلوا للعمود الاخر هاكده وفي العمود الاخر راح نديرو تزايد نديرو ثلاثة عمود بلفة في فوق نفس العمود هاكده زود وثلاثة هاكده درنا تزايد فيه اول عمود تزايد في اخر عمود وفي الوسط درنا عمود فوق كل عمود هاكده مجموعة العوامد راح نصيبوه 15 عمود بلفة 15 واحد زود ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر احداش تناش تلتاش 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 وخمستاش كما قلتلكم مهم جدا تحسبوه العوامد ديالكم هاكده كما قلنا نعاودو بنفس طريقة راح نديرو زوج غرس في شارة نطلعو بثلاثة سلاسل زوج غرس في شارة تفصلهم ثلاثة سلاسل وراح نكملو تزايدات هنا ونكملو حتى نهاية كامل الدورة ونرجع لكم بعد ماكملت الدورة رقم ستة راح ننتقل الدورة رقم سبعة دايما بنفس الطريقة ونفس الخطوات في اول عمود راح نديرو تزايد ثلاثة عمود بلفة نديرو ثلاثة سلاسل ولا راح نعتبروها اول عمود في نفس المكان راح نديرو العمود الثاني ونزيدو نديرو العمود الثالث هاكده فوق اول عمود نروحو لتاني عمود ونديرو عمود وراح نكملو نديرو عمود فوق كل عمود حتى نوصلو لآخر آمد هكذا قلنا عمود فوق كل عمود حتى نوصلو الاخر عمود هكذا وصلنا الاخر في اخر عمود رح نديرو تزايد واحد ثلاثة عمود بلفة فوق نفس العمود هكذا هنا مجموع الغرز لازم صيبوه تسعتاش غرزة عمود بلفة هنا تسعة عشر نعود نحسبوهم واحد زوج تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحدة شتناش تلاتة شربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش منتاش تسعتاش هكذا تسعتاش عمود بلفة ونكملو كما العادة نديرو تلات سلاسل نديرو غرز الفشارة ونكملو كامل الدورات حتى نوصلو الاول غرزة بالنبيع راح نروحو لدورة رقم تمانية دايما بنفس الطريقة قلنا في اول غرزة في اول عمود راح نديرو تزايد تلاتة عمود بلفة واحد زوج تلاتة في نفس العمود راح نزيد ندير عمود بلفة ونزيد التالت هكذا عندنا ثلاثة عمود بلفة الغرزة اللي بعدها راح ندير عمود بلفة ورح نكمل دير عمود بلفة فوق كل عمود حتى نوصل للعمود الاخير وصلت للعمود الاخير ورح نزيد ندير فيه تزايد واحد زوج تلاتة هكذا درنا ثلاثة عمود بلفة في اخر عمود وفي الاخير مجموعة الاعمود راح يكونوا تلاتة وعشرين عمود بلفة راح نكملوا بنفس طريقة كما درنا كامل الدورات السابقة ونكملوا طريقة حتى نوصلوا بالأول غرزة بدينا فيها كملنا الدورة رقم تمانية وصلنا للدورة رقم تسعة ورح نكملوا دايما بنفس طريقة كما تعودنا راح نتلعب ثلاثة سلاسل واحد زوج تلاتة راح نديروا تزايد فيه اول عمود فوق اول عمود ديروا ثلاثة عمود بلفة فوق العمود الاول تلاتة عمود بلفة من بعد راح ندير عمود بلفة فوق كل عمود حتى نوصل الاخر عمود درت عمود بلفة فوق كل عمود وصلت للعمود الاخير هح ندير فيه تزايد واحد زوج تلاتة هكدا تلاتة فوق نفس العمود هناليا من جموع العمود الاميدة راح يكون سبعة وشرين عمود بلفة ورح نكملوا الدورة كما عملنا مع الدورات اللي سبقت كملنا الدورة رقم تسعة وبرد ما درنا التزايدات في اول عمود وفي اخر عمود حصلنا لسبعة وشرين عمود بلفة في الدورة رقم عشرة لازم راح نتحصلوا على سبعة وشرين عمود بلفة يعني راح نديروا عمود بلفة فوق كل عمود ما راح نديروا التزايد هكدا راح نطلع نرتفع بثلاث سلاسل نعتبرهم العمود الاول نروح للعمود الثاني نزيد ندير عمود بلفة الثاني ثالث هكدا قلنا عمود فوق كل عمود راح نكمل حتى اخر عمود ورح نتحصل على سبعة وعشرين عمود بلفة انا هنا كمتدرت عمود بلفة فوق كل عمود وتحصلت على سبعة وعشرين عمود بلفة دوكا وش راح نديرو تبعو معايا مليح هنا راح يتبدل العمل تاعنا راح نطلعو بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاثة راح نديرو غرزة فيشارة وراح نديروها راح نديروها هنا في هاد الفارغ الاول راح نديرو غرزة فيشارة شوفوا معايا واحد زوج ثلاثة اربعة هاكدا ندخل الكروشي ننسحب الخيط ونتحصل على غرزة فيشارة هاد طريقة راح نزيد نطلع بثلاث سلاسل وراح نزيد ندير زوج غرزة فيشارة في هاد الفارغ واحد زوج ثلاثة راح نروح لهاد الفارغ وراح ندير زوج غرز فيشارة نفصل بناتهم بثلاث سلاسل الغرزة اللولى زوج ثلاثة راح نروح لأول عمود ندخل الكروشي ونسحب بالخيط نزيد نطلع بثلاث سلاسل وندير غرزة فيشارة في نفس الفارغ ثلاثة راح ندخل في أول عمود ندخل الكروشي ونسحب الخيط هاكتاً درنا غرزة فيشارة في أول فارغ زدنا زوج غرز فيشارة في نفس المكان وراح نزيد نديرو غرزة فيشارة هنا في الفارغ اللي بعده نطلعو بثلاث سلاسل ندخل الكروشي في أول عمود نسحب الخيط ونتحصلوا على غرزة فيشارة هاكتا شوفوا مليح معايا هاكتاً قلنا درنا عمود بيلفة فق كل عمود تحصلنا على سبعة وشرين عمود بيلفة بعد الفارغ الاول اللي صادفنا درنا غرزة فيشارة بعد عدرنا زوج غرز فيشارة في نفس المكان وافصلنا بنتهم بثلاث سلاسل وفي الفارغ اللي بعده زدنا درنا غرزة فيشارة دوك راح نزيد نكمل بنفس طريقة راح ندير سبعة وعشرين عمود يعني عمود فق كل عمود من بعد راح ندير غرزة فيشارة في الفارغ الأول هنا زوج هنا يا يفصل بيناتهم ثلاث سلاسل ومن بعد راح نزيد نديروا غرزة فيشارة في آخر فارغ ونكملوا بنفس طريقة حتى نوصلوا للنقطة البداية كملت الدورة راقم عشرة ورح نتاقل دورة راقم احداش في الدورة راقم احداش راح نديروا التناقص راح نقصوا زوج أعميدة في الأول نروحوا من الأول عمود نديروا منزلقة درنا منزلقة نزيدوا في الثانية نديروا منزلقة هاكده درنا زوج منزلقة ورح نطلعوا بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاثة ونبدأ نديروا عمود فوق العمود حتى نوصلوا للعمود لما قبل الآخر راح ندير عمود هنم جموعة الأعميدة في الآخر لازم يكون 23 عمود بلفة هاكده راح نكمل انا كملت درت عمود بلفة فوق كل عمود وصلت للزوج أعميدة الأخيرة مرحش ندير فيهم عمود بلفة راح نطلع مباشرة بتلاثة سلاسل ورح نروح لأول فراغ يصادفني هذا ورح ندير فيه غرزة فيشارة ورح نزيد نطلع بثلاث سلاسل ورح نروح للفراغ اللي بعده ورح نزيد ندير غرزة فيشارة ورح نفصل بناتهم بثلاث سلاسل طلع بثلاث سلاسل ونزيد في نفس المكان غرزة فيشارة هكذا رح نزيد نطلع بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاث نزيد نروح للفراغ الأول نديره في غرزة فيشارة هنا في الدورة القادمة كامل رح نديره في كل فراغ غرزة فيشارة ما رح نخلو حتى فراغ نزيدو نطلعو بثلاث سلاسل نزيدو هنا الفراغ اللي قبل الأعميدة نشوفو مليح نزيدو الفراغ اللي قبل الأعميدة هنا ونزيدو في غرزة فيشارة اشتركوا في القناة 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 فشارة ونفصلوا بينتهم بثلاث سلاسل رح نكملوا هكذا بهاتطاريقة حتى نوصلوا لدورة رقم 17 كي نلحقوا لدورة رقم 17 رح نرجع لكم ونوري لكم كيفاش نكملوا هنا كملت حتى لدورة رقم 16 درت تناقص في الاعميدة في الاول وفي الاخير في كل دورة حتى وصلنا لدورة رقم 16 وتحصلنا على ثلاثة عمود بلفة وعمرنا كامل الفراغات لكل فراغي صادفنا نديرو فيه غرزة فشارة دوكاء وصلنا للدورة رقم 17 ورح نشوفو كيفاش نكملوا في الدورة رقم 17 لازم تحصلوا على عمود 1 رح نروحوا لأول عمود نديرو فيه منزليقة نزيدو العمود الثاني نديرو فيه منزليقة هكذا ورح نطلعو بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاثة هدو ما نعتبرهم العمود رح نزيد نطلع بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاثة ورح نروح لأول فراغ اللي صادفني ورح نزيد ندير فيه غرزة فشارة عمود الأول ثاني ثالث والرابع هكذا نروح لأول عمود نسحب الخيط ونتحصل على غرزة الفشارة شوفوا معايا طلعنا بعامود طلعنا بعامود وزدنا ثلاث سلاسل ونبعدلنا غرزة فشارة ورح نديرو فيه كل فراغ كما كامل الدورات رح نديرو فيهم غرزة فشارة ما ننسوش دايما الفراغ هادايا وفيه زوج غرزة فشارة حنزيد ندير فيه غرزة زوج غرزة فشارة ونفصل بيناتهم ثلاث سلاسل ورح نكمل حتى نوصل لنهاية الدورة كملت الدورة رقم 17 ورح ننتقلو لدورة رقم 18 في الدورة رقم 18 رح نديرو فيه كل فراغ وغرزة فشارة رح نبدو بالفراغ الأولاني وش رح نديرو رح ندخلو في الفراغ ونديرو منزليقة هكدا بدرنا منزليقة دخلنا داخل الفراغ نطلعو بثلاث سلاسل واحد زوج وثلاثة نعتبرو هم هادو ما أول عامود رح نديرو العامود الثاني العامود الثالث والعامود الرابع ندخلو الأول عامود اللي هو السلسلة الثالثة ونديرو نتسحبو الخيض ونتحصلو على غرزة فشارة هكدا دوكا رح ننوحو في كل فراغ رح نزيدو نديرو غرزة فشارة ما ننساوش دايما نفكركم في الفراغ اللي فيه زوج غرز فشارة لازم نديرو فيه زوج غرز فشارة ونفصلوا بناتهم بثلاث سلاسل رح نكملو كامل حتى نوصلو لنهاية الدورة ورح نزيدو نديرو فيه غرزة فشارة هنا في آخر فراغ ونولي لكم هنرانا في نهاية الدورة رقم 18 قلنا دارنا غرزة فشارة في كل فراغ ووصلنا هنا للفراغ الأخير دارنا فيه غرزة فشارة وراح نغلق كيف رح نديرو؟ رح نطلع بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاث وين رح نغلق الدورة؟ هنا في السلسلة اللي فيه غرزة الفشارة هكتا رح ندير فيها منزلقة هكتا هكتا نكملنا الدورة رقم 18 نروحوا للدورة رقم 19 والهي آخر دورة الدورة الأخيرة بالنسبة لهذا الويسادة وش رح ندير؟ رح ندخل في الفراغ الأول هذا رح ندير فيه منزلقة هكتا ندخل هنا وراح ندير منزلقة رح نطلع بثلاث سلاسل واحد زوج ثلاثة نعتبرهم العمود الأول نزيد العمود الثاني والثالث والرابع هكتا لدينا أربعة عمود بلافة رح ندخل في السلسلة اللولى يعني لتالع عمود نسحب بالخيط وندير غرزة فيشارة هكتا وراح نكمل بهاتطريقة رح ندير غرزة فيشارة في كل فراغ حتى نوصل لهنا للتوسيعة للمكان اللي عملنا فيه زوج غرز فيشارة في نفس الفراغ كنا نفصلنا بيناتهم بثلاث سلاسل هنا رح نفصل بيناتهم بخمس سلاسل رح نكمل نوصل حتى لهنا وراح نرجع لكم وصلت هنا يا للتوسيعة وانا نديري نزوج غرز فيشارة في نفس المكان في نفس الفراغ رح نزيد ندير غرزة فيشارة هنا واحد زوج ثلاثة اربعة هادي غرزة الفيشارة اللولى هنا وش رح ندير ما فين نفصله بيناتهم بثلاث سلاسل في هاد الدورة يعني في الدورة الاخيرة رح نفصله بينهم بخمس سلاسل هنديروا واحد زوج ثلاثة اربعة خمسة هاكده خمس سلاسل وراح نزيد ندير غرزة الفيشارة الاخرى في نفس المكان واحد زوج ثلاثة ربعة هاكده وراح نزيد ونطلعه بثلاث سلاسل كما العادة ونروحوا دايما للفراغات الاخرى وكامل رح نديروا فيهم غرزة الفيشارة حتى نكملوا كامل الدورة وما تنساوش قلت لكم في منطقة التوسيع دايما نديروا خمس سلاسل دايما نفصلوا بين غرزتين الفيشارة اللين في نفس المكان وفصلوا بينهم بخمسة سلاسل هاكده انا رح نكمل كامل الدورة وراح نرجع لكم وهاكده نكملنا جزء الامامي للويسادة انا بنفس الطريقة ونفس الخطوات رح نزيد نخدم جزء واحد اخر حننخدم وجهه واحد اخر اللي حنديروه هو الوجه الخلفي للويسادة وراح نرجع لكم باش نشوفو كيفاش نركبو الجزئين مع بعضاهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة